السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى انكم بخير معاكم دعاء زغلول لو اول مرة بتشوفوا فيديوهاتي ما تنسوش تشتركوا بقناتي على اليوتيوب وكمان على صفحتي بالفيسبوك عشان يوصلكم دايما كل جديد باذن الله في الفيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نعمل الكيك السفنجي بالدقيق الجاهز جاتي اسألة عنه كتير وناس كتير بتلغبط ما بينه وبتتعاملوا معاملة الدقيق العادي لما نيجي نعمل كيك بيتي فطبعا الطريقة مختلفة الدقيق ده بنحتاج بس ان احنا نضيف له مية وبيض او مية بس حسب مكونات الدقيق الدقيق اللي انا هتكلم عنه مش الدقيق اللي بينباح فيه السوبر ماركت لا الدقيق ده اللي بينباح فيه محلات مستلزمات الكيك تعالوا نتعرف عليه اكتر ده نوع من انواع الدقيق الجاهز اللي بينباح بمستلزمات الكيك محلات مستلزمات الكيك ده نوع اسمه بيكمنت اللي موجود في السعودية هو اكتر نوع مشهور في السعودية هنا بيكون عندي اكتر من نوع هنا مكتوب عليه خليط كيك اسفنجي بالنسبة للناس اللي عايشوا في السعودية بيكون فيه انواع كتير مكتوب عليه كيك ابيض الناس بتطلقبط كتير وبنشتري دايما اول تجربة وبنشتري حاجة مختلفة فنخلي بالنا هو بيكون مكتوب عليه خليط كيك اسفنجي النوع كويس اللي هو ده كيكة الاحلام دي المكونات بتاعته دي طريقة التحضير كل حاجة مكتوبة عليه وافضل حاجة اننا نمشي زي ما هم كاتبين على الكي فيه بلدان كتير بيكون اديه بالدع سايب بالكيلو والنصف كيلو وربع كيلو فما بيبقاش مكتوب عليه حاجة فافضل حاجة ان انت تأخذي مثلا صورة من العبوة الكبيرة اللي عند المحل ده تقولي له عايزة تصوري طريقة التحضير او تسأليه عن طريقة التحضير لان من نوع للتاني في الدقيق بيختلف هنضيف مية بس او هنضيف مية وبيت هو الانواع المشهورة اكتر اللي بينضاف ليها مية وبيت بس الاحتياطي تكوني عارفة المكونات اللي انت هضيفيها عليه ده سعره هنا في السعودية زي ما انتو شايفينه معايا كده سعره 11 ريال ونص وتقريبا النوع الشوكولاتة بيكون نفس المكونات ونفس طريقة التحضير ممكن السعر بتاعه بس هو اللي يختلف شوية تعالوا بقى نبدأ نحضر ونشوف ازاي نعمله بطريقة مظبوطة عشان يطلع معانا ناجح ان شاء الله وخفيف وهش وما يتعبناش اول حاجة انا هنا هعمل نص كيلو من الدقيق الصينية عندي مقاس تسعة انش تسعة انش يعني اتنين وعشرين ونص الناس اللي بتسألني كتير عن الانش الانش باثنين ونص سنتي يعني تضرابيهم تسعة في اتنين ونص هتبقى الصينية دي اتنين وعشرين ونص سنتي انا هنا هدهن الصينية والصينية عندي هنا هي مرتفع شوية لكن انا حابة ازود الارتفاع بتاعها لان الدقيق ده بيكون في نسبة مواد رفعة ومحسنات كتير فبيفور جامد وبيعلى جامد في الصينية فنكون واخدين احتياطنا جدا علشان ما يعلاش مننا جامد والصينية تكون ارتفاعها مش عالي فكل الخليط ينزل عندك في الفرن والكيك مش هيزبط والدنيا هتتبهدل معاك فازاي بنعلي الصينية او نعالج ارتفاع الصينية بايه بورق الزبدة بجيب ورقة زبدة قصها على قد عرض الصينية واعمل الارتفاع اللي انا حباه طبعا يفضل ان الارتفاع يكون يعني ضعف الصينية مش اعلى من كده علشان ما ياخدش الكيك ويتهز معاكل برة وما يطلحش مظبوط يعني ما نزودش في ارتفاع ورق الزبدة عن ارتفاع الصينية يكونوا متعدلين ان كانت الصينية ارتفاحها مثلا 10 سنتي يبقى معليش ورقة الزبدة كمان فوق الصينية عن 10 سنتي كمان نحط ورقة في الصينية من تحت يفضل يعني بتخلي اللون بتاع الكيك كويس لو مش حابين وهتتهيني الصينية كويس يبقى مفيش مشكلة انا هنا مستخدمة نص كيلو دقيق هو نص كيلو يفضل لي صينية مقاس 24 سنتي بيطلع عليها مظبوط اربع طبقات يعني شرايح رفيعة او تلاتة مرتفعين لكن انا ما عنديش صينية مقاس 24 فهعمل هنا في الاتنين وعشرين ونص حبيت بس ان احنا نوضح طريقة العمل ونوضح الفكرة ليكم فهنشتغل بقى على هذا الاساس اني هنا عندي نص كيلو دقيق ده شكله عليهم سبع بيطات البيضة عندي حجمه صغير فاخترت سبعة لو كبير هيكونوا ستة ونص كباية مياه انا بالاساس مشي على المقادير برضو اللي مكتوبة على العبوة بتاعت الدقيق في البولة عندي هنا بتاعت العجان هنزل بالدقيق وعليه البيض وعليه المياه كله مع بعضه مرة واحدة مش هنخفق البيض بعد كده نرجع نحط الدقيق لا مش بنعمل كده كل المكونات مع بعضها والكلام ده مكتوب على العبوة بتاعت الدقيق هنخفق في الاول على سرعة هدية لمدة دقيقة واحدة بعد كده نضرب على سرعة مرتفعة سبع دقايق نرجع نهدي تاني على في الاخر خالص لدقيقة واحدة سرعة هدية دي افضل طريقة نمشي عليها يطلع معاك ان شاء الله كيك رائع وما فيهوش اي مشاكل طبعا لو مش متاحة عجان المضرب القهربائي عادي جدا لكن المضرب اليدوي اعتقد ما ينفعش باي شكل من الاشكال عمره مهما ضربتي ما هيوصل معاكي الخليط للشكل اللي احنا بنكون عايزينه واللي هتشوفوه معايا في الاخر زي ما انتو شايفين انا لما عليت السرعة الدقيقة عندي بدأ شكله يتغير والقوام بتاعه بدأ يبقى لونه ابيض ويهيش جامد ومع قطر الخفك زي ما انتو شايفين ازاي بيزيد الخليط عندي زاد بشكل كبير لحد ما ملا بولت العجان تقريبا طبعا انا محطتش فانيلا تقدروا تحطوا معلقة لو انتو حابين انا متأكدة يعني من نوع البيض اللي انا بستخدمه بيكون كويس وبش بحتاج معاه فانيلا لكن لو انتو حابين وما بتحبوش ريحة البيض عموما تكون زهرة فحطوا معلقة من البداية خالص مع المكونات قبل الخفق ده هنا بقى شكل الخليط بعد خلاص محفقت التسع دقايق هبتدي انازله في الصينية بتاعتي طبعا من قبل ما اشتغل انا كنت مسخنة الفرن زي المعتاد في كل انواع الكيك ربع ساعة على درجة حرارة 180 ما عندي كيش تايمر مش بتقدري تصبوتي ولا تعرفي 180 يعني خلي النار هادية انا بحب اغبز دي الجهاز ده بزداد كمان على نار هادية بيطلع معايا النتيجة افضل بكتير طبعا زي منتوا شايفين هو الخليط يعتبر كتير على الصينية زي ما قلتلكم هو مناسب قوي لل24 بس انا قلت لي خلاص انا عاملة ارتفاع للصينية فمش هيحصل مشاكل باذن الله هي الفكرة بس انه هياخر شوية بياخر بقى شوية في الفرن هي اخد معايا تقريبا ساعة وعشر دقايق 70 دقايق فالافضل يعني انه الخليط اللي نحطه في الصينية يكون متناسب معايا عشان ما تأخرش ويبتدي عندنا يكون فيه طبقة احمرت قوي من تحته ويه نشفت معايا شوية بسبب طول الوقت اللي بيتخبص فيه الكيك وهنا الكيك بعد ما خرج من الفرن ده بيكون شكله الحتة المكسرة بس دي انا ايدي خبطت الصينية كده ورقة الزبدة وهي لسه خرجة من الفرن فحصل فيها الكسر ده انا كده يعني مش بقى دخل فيه خلة ولا اي حاجة عشان اتأكد من السوى هو يعني بيبان قوي على الجوانب بتحته من فوق كده بتحط ايديك بتلاقيها خلاص بقى الكيك متماسك وبعد كده بنخرجه بقى من الصينية سواء بتقلي بيها او خرجها كده بورق الزبدة بالشكل ده وهنشيل بقى ورق الزبدة من على الجوانب كده بهدوء وهتلاحظوا معايا ان الكيك من تحت لونه يعني احمر شوية هو مش محروق ولا اي حاجة لا خالص يعني ممكن بس الاضاءة بس هو لونه اغمى من الطبقة اللي فوق ده طبعا شوية نتيجة ان هو الكيك مرتفع فاخر شوية في الفرن فطبعا ده خلى الطبقة اللي من تحت لونها شوية غامة اللي هي كانت في الصينية بيكون لونها اغمى شوية من الجزء اللي بيكون عالي في الورق الزبدة زي ما انتم شايفين هي خفيفة قد ايه لدرجة ان هي هتقع من على الشبكة الكيك بتعرفي ازاي نجاحه بيخرج بتلاقيه ملوش وزن خالص خفيفة جدا 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 بكده بتعرفي ان هي مظبوطة معاجي ونجحة وقلبها من جوه هيكون جميل زي ما هنقطعها مع بعض دلوقتي وبتدوا تشوفوها معايا وشفتوها اكيد في اول الفيديو هنا الكيك انا قطعته خمس شرايح اتقطع معايا الارتفاع ده خمس شرايح رؤاء شوية ممكن تخليوهم اربعة لو انت عايزها يعني سميكة شوية زي ما انتوا شايفين هو خفيف وجميل ولون وطبعا من جوه فاتح خالص خلونا بقى نتكلم على الحاجات اللي انا بتسئل عليها كتير انا ليه مثلا مش بستخدم الزبون شو انتوا عارفين انا دايما في كل وصفاتي عندي وصفات كيك بيتي بعملها وبنزلها لكم موجودين على القناة وعلى صفحة الفيسبوك تقدروا ترجعوا لهم انا بحبهم لان انا بحب الكيك يكون ليه طعم يعني الكيك ده كيك الزفنجي اللي هو العادي اللي بدون اي مواد سائلة بيكون شوية كده جاف ومروش طعم بيحتاج ان احنا نسقيه ونحطوله حشو كتير عشان لما نيجي ناكل الكيك نحس انه ليه طعم لكن الكيك اللي هو البيتي بتاعنا بيكون ليه طعم شوية حتى لو ما فيهوش كريمة كتير بنحس انه طعمه جميل وكمان مش بحتاج الناسقيه خالص لانه هو بيطلع طري جدا لانه فيه نسبة سوائل كمان بتسئل هل النوع ده من الدقيق فيه محسنات ولا لأ طبعا فيه محسنات وحاجات اللي هي المواد رفعة بتكون فيها بنسبة كبيرة اكيد اي حاجة دقيق لاي نوع حلويات جاهز بيكون فيه انواع من المحسنات ومن المواد الرفعة ده اكيد اساسي هل هي مضررة ولا لأ والله انا ما عنديش علم بالموضوع ده خالص بس لانه اختلفت عليه الاراء وكل وانه هو المحسنات ممنوعة في الدول الاوروبية فبالتأكيد ممكن يكون فيها ضرر عشان كده هما منعينها فانا ما بحبهاش طبعا الناس اللي بتفضل بتحب اكل الكيك كتير وبتعمل الترات كتير فيفضل بقى الكيك البيتي عشان لو المحسنات ليها ضرر ما تأثرش على صحتنا لكن لو بتتعمل مرة في السنة مرتين في السنة في المناسبات بس كده فاكيد ان شاء الله يعني مش هيكون ليها ضرر كبير يعني علينا وعلى الولاد وكده كمان بتسألوني هل الكيك الاسفنجي سواء الجاهز او اللي بنعمله في البيت بدقيق عادي ومكونات بيتي عادية ينفع ليه الاضوار ولا لأ ولا نستخدم كيكات زبدة عادي جدا كونك هتعملي كيك دورين او تلاتة ان شاء الله ملوش علاقة قوي بنوع الكيك اللي انت بتعمليه يعني الاساس عندنا هيكون في الدعمات الاساس في اني اعمل حشو متماسك كمان اغلف تغليف قويس ده اللي بيأسس على يعني ده اللي بيأسر على كيكات الاضوار مش نوع الكيك ذات نفسه فعادي جدا بنشتغل دورين وثلاتة بالكيك الاسفنجي مفيش اي مشكلة طبعا هرد على سؤال بالتأكيد هتسئله في كل الكومنتات كل صنية مقدرها قد ايه من الدقيق الجاهز نعمل قد ايه لصنية قد ايه بصراحة مش اقدر افتكم في النقطة دي لان انا يعني الفترة اللي انا اشتغلت فيها بالدقيق الجاهز ده كانت فترة قليلة جدا ويعني ما استخدمتوش كتير فما عنديش يعني ايه معرفة بان كل صنية هتاخد مقدر قد ايه وعموما انا دايما بقول موضوع المقدر ده هيجي شوية بالتجربة وبالخبرة ان احنا نتعود هغبز مرة هعرف منه ان المقدر ده كان كتير عصنية كان قليل عصنية وقدر اكتب وسجل بنفسي كل صنية محتاجة مني دقيق قد ايه كمان حاب اقول اني لما بخفك الدقيق ده بالمضرب الكهربائي ما بيدينيش نفس الكمية دي لما اخفكه في العجان يمكن عشان العجان بيكون قوته كبيرة فبيخليه يهيش ويديني كمية كبيرة قوي يعني النص كيلو ده لو خفقتهم بالمضرب العادي ممكن يكونوا مصبوطين قوي على الصنية اللي هي 22 ويكون قليل على الصنية ال 24 اخر حاجة بقى كتير بيديف محسن جل ليه الجاهز ده لكن انا مش بفضل خالص حاجة زي كده هو مش محتاج اي محسنات هو فيه كمية محسنات وزي ما انتو شايفين هو ارتفع قد ايه وهو هش جدا قد ايه ولونه ابيض فمش محتاج لأي محسنات اضافية فانا ما انصحش باضافة محسن للدقيق ده طبعا فيديو النهاردة بالكامل انا عاملاه للناس اللي مبتدئة في مجال الكيك عشان ما فيش ناس تقول الفيديو تافه ومعلوماته بسيطة لو انا عاملاه للناس اللي لسه مبتدئة تتعلم تعمل كيك وتعمل طرق فاتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بمشاهدة الفيديو واستفدتوا منه واشوفكم باذن الله في فيديو جديد ووصفة جديدة ودومتهم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة